موسيقى نشرة مفصلة لأهمي وآخر لنباء هذه عنوينها الحكومة تدعو الأمم المتحدة ووكيلها أوبراين اتخاذ موقف قوي زاء منع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح زيارته لتعز وقفة احتجاجية بمأرب للتنديد باستهداف ميليشي الحوثي والمخلوع صالح المدارس والأخياء السكنية قوات الجيش تسل مشارف معسكري خالد في المخى ومقتل ويصابة العشرات من الميليشي الانقلابية في معارك وغارات لطيران بسبع محافظات أهلا بكم دعت الحكومة الشرعية لأمم المتحدة ووكيل أمينها العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين الاتخاذ موقف قوي بعد منعه من قبل ميليشي الحوثي والمخلوع صالح من زيارة مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي أن ما تعرض له أوبراين في تعز من قبل ميليشي الحوثي صالح ومنعه من زيارة المدينة يكشف حجم معاناة تعز وما تعيشه من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة مشيرا إلى أن الإنقلابيين يكشفون كل يوم من وجههم الإجرامية المستهين بالمجتمع الدولي والقضايا الإنسانية وهو ما تكشف جليا اليوم بمنع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من دخول تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وما تتعرض له المدينة من حصار وقصف عشوائي طال الأحياء السكنية وهجر السكان وشدد وزير الخارجية على فضح مواقف منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي مكا جولدرك داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة التصرفات الغير مسؤولة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشي الحوثي والصالحة الإنقلابية ضد سكان مدينة تعز وطلب المخلاف بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والضغط على الميليشيا بفتح الحصار على المدينة من أجل إتاحة المجال أمام المنظمات بتدفق مساعدات الإغاثية لسكان تعز لفتنا الانتباه إلى أن يعقات زيارة المسؤول الأممي لتعز إنما هو تجسيد للمعاناة الإنسانية بإجرام الميليشيا وحقدها ولتجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلام لهذه المأساة وكان وكيل محافظ تعز رشاد الأكحلي قال إن الميليشيا الإنقلابية منعت الوفد الأممي من الدخول من منفذ غراب وتحويل مسار الدخول عبر منفذ السمن والصابون واحتجزتهم هناك وقيامها بقصف شديد على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في غراب وحضران وجبل هان ويطلقها القذائف باتجاه الوفد الذي كان باستقبالهم أضاف الأكحلي في مؤتمر صحفي كنا نأمل أن يدخل الوفد بقوة القانون الدولي والأمم المتحدة وعدم استكانته لما تفرضه الميليش الإجرامية من إجراءات تعصفية باستخدام القوة حتى في وجه الأمم المتحدة وفرض قيود عليها ورفضها دخول الوفد إلى مدينة تعز وهذا بحد ذاته استهتار بمكانة الأمم المتحدة وعدم الالتفات إلى دورها الإنساني ومنعها من الاطلاع على أوضاع مدينة محاصرة منذ أكثر من عامين نحن كنا بانتظارهم على أساس أن ندخلهم إلى مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المحافظة وحقيقة أننا زيارات المبعوثين الأممين نعول عليها في معرفة حقيقة الأوضاع الماساوية التي تعيشها محافظة تعز قرى الحرب التي يقودها جماعة الحوثي صالح والدمار التي تعرضت له المحافظة قرى هذه الحرب الظالمة كانت آخر زيارة المبعوث الأممي السيد قيمي في إبريل 2016 لا يوجد أمام تعز اليوم إلا منفذ واحدة له طريق الضباب تعز لا زالت محاصرة الوضع الإنساني شديد القسوة على محافظة تعز كانت هناك جندة مطروحة على لقاء المحث افتعلت ميليشيات الحوثي والصالح الانقلابية معركة وهمية بقصفها مواقع الجيش والمقاومة بتعز أثناء وصول الوفد الأممي وعرقلتها إتمام الزيارة غير أن تصرف الميليشي كشف ما يعانيه أبناء تعز من حصار إجرامي وتقييد حرية الحركة بشكل لا يحتاج إثباتا بعد تعرض وفد الأمم المتحدة نفسه للاحتجاز والمنع المزيد في هذا التقرير حتى وإن علن وكيل الآمن العام المساعد للأمم المتحدة ستيفن أوبراين عن تطلعه لزيارة مدينة تعز المحاصرة منذ مارس من العام 2015 فميليشيات الانقلاب ستعيق ذلك قبل أيام وخلال اجتماع ستيفن أوبراين مع رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي في عدن عبر عن تطلعه لزيارة تعز للإطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها والتي لم تكن المنظمات الدولية المعنية تنقل الصورة كما هي عن المدينة لأسباب عدة تتعلق بحسابات العاملين المحلين في تلك المنظمات المخترقة من قبل شخصيات حوثية سلالية مارست عملية تضليل واسعة على الأمم المتحدة من خلال تقارير غير مهنية بحسب اتهامات الحكومة الشرعية ورئيس لقنة الإغاث العليا ومثلما منعت ميليشيات المخلوع صالح والحوثي دخول المساعدات الإغاثية والمواد الغدائية والمشتقات النفطية إلى تعز المحاصرة فهي اليوم قد منعت على شخصية داخل المنظمة الإنسانية الدولية وهو وكيل الآمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مع فريقه من دخول مدينة تعز المحاصرة منذ عامين قيام ميليشيا لانقلاب بذلك ربما يعزز تقارير الحكومة اليمنية والمنظمات المحلية التي كانت ترفع للأمم المتحدة عن حصار تعز وتداعياته وانعكاساته على الأوضاع النفسية والإنسانية والصحية والتي كانت بعض تقارير المنظمات الدولية تحاول تمسى الصورة للمجتمع الدولي من ناحية أخرى سيكشف إدعاءات تلك المنظمات الدولية التي كانت تضلل الصورة وتغيب حقيقة الحصار الخانق على تعز طالبت الحكومة الشرعية المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل لإيقاف جرائم الميليشيا الإنقلابية بحق المدنيين في مدرية عطمى تابعة لمحافظة ذمار جنوب صنعاء وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتحنا الانقلابيين يرتكبون جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية في منطقتين عطمى وصابين بذمار ومنطقة القفر بمحافظة إب مشيرا إلى قيام الميليشيات بتفجير عدد من المنازل وتهجير السكان بقوة السلاح الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع الإنساني وزيادة عدد النازحين والمهجرين من منازلهم في تلك المناطق اغتال مسلحون مجهولون قياديا في حكومة ميليشي الحوثي وصالحة في محافظة ذمار وقالت مصادر محلية أن مجهولين اغتالوا القيادية الحوثية والمستشارة في وزارة العدل يحيى موسى المتوكل واستمدينة ذمار الخاضعة لسيطرة الانقلابيين ميدانيا وعسكريا تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من التقدم باتجاه معسكر خالد شرق مدينة المخة وقالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على عدد من اتباب المحيطة بالمعسكر هذا دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزنا للسلاح تابعا لميليشيا المخلوع صالح والحوثي في مفرق المخة غرب تعز مصادر ميدانية قالت أن غارات للتحالف استهدفت مخزنا للسلاح وتعزيزات للميليشيا على طريق البرح بمفرق المخة أسفرت عن تدمير المخزن وأربعة أطقم وسقوط قتل وجرح من المتمردين كانوا على متنها وفي جبهات الريف صدت وحدات من الجيش الوطني هجوما ومحاولة تسلل لميليشيا الحوثي وصالح في جبهة العنين بجبل حبش واجبرتها على التراجع والانسحاب كما أفشلت أيضا مخاولة تسلل لعناصر من الميليشيا في محيط جبل هان غربي المدينة أكد العقيد عبد قاسم البحير رئيس لجنة التظلمات بتاعز والتي تم تشكيلها من قبل محافظ تاعز علي المعمري بأن اللجنة باشرت عملها وبدأت بالنزول الميداني إلى اللوائين الثاني والعشرين ميكا والسبع عشر موشا وقال البحيرين اللجنة ستقوم بمعالجة قضية الأفراد المرابطين في الجبهات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ولم يتم ترقيمهم في المرحلة السابقة وسقطت أسماؤهم في كشوف المرتبات بناء على توقيهات محافظة المحافظة والأخ قائد نحور تاعز بتشكيل لقنة للنظر في قضايا أو تظلمات من سقطت أسماؤهم من كشوفات الراتب نحن بدأت اللقنة باشرة اللقنة عملها من يوم أمس في اللواء الثاني واليوم في اللواء الثاني والسبع عشر طلبنا كشوفات بأسماء من سقطت أسماؤهم وهم في القبهات سيتم النظر في هذا الموضوع معلقة أضاعهم وبالنسبة للمتظلمين يعني لن يضرم أحد لن يضرم أحد إن شاء الله في محافظة صعدة تمكنت قوات التحالف العربي من استهداف قيادي من ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية برفقته أربعة من ضباط الحرس الجمهوري في منطقة أهل الزماح مصدر عسكري قال أن العملية التي نفذتها طائرات التحالف على مبنى في أهل الزماح أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط الحرس الجمهوري الموالي لنجل المخلوع صالح وإصابة المشرف على جبهة الربوع ماجد زرع وضابط آخر في الحرس الجمهوري بإصابة بلغة وصلت كتيبة المهام الخاصة التابعة لللواء 141 مشاي لجبهة نهم بكامل عتادها للمشاركة في معركة الحسم وتحرير العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح يأتي وصول الكتيبة إلى المنطقة بعد أن تلقى تدريبا على مدى عامين متواصلين على أيدي خبرات يمنية وإشراف مدربين عسكريين من التحالف العربي قالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب أن منصات التحالف لصواريخ الباتريوت اعترضت صاروخا بلستيا اطلقته ميليشيات الحوثي والصالح الانقلابية على المحافظة وقد أثار الانفجار وانفجار الصالوخ في سماء المدينة الهلع في نفوس المواطنين الآمنين وعبر سكان المدينة عن استياءهم واستنكارهم من استهداف الانقلابيين بالصواريخ الباليستية الأحياء المدنية بشكل متواصل منشدين المجتمع الدولي بالتدخل السريع والضغط على ميليشي الانقلاب لانهاء انقلابهم ووقف اطلاق الصواريخ الباليستية على المدن السكنية واستهداف المدنيين نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب نظم وقفة احتجاجية في ساحة الحرية تنديدا باستهداف ميليشي الحوثي والصالح مساء الجمعة الماضي سوقا شعبيا بالمدينة واستشهد فيه الطالب عادل المنة واصيب اخرون وعبر المكتب في بيان عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الانقلابيون بحق المدنيين ومن بينهم طلاب واطفال ودع المحتجون المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية وسرعة التحرك لحماية المدنيين وحماية العملية التعليمية بالانتهاكات التي ترتكبها هذه العناصر الاجرامية كما دعوا المنظمات الحقوقية الى رصد هذه الانتهاكات نحن في مكتب التربية والتعليم ندين ونستنكر ما حدث لابننا الطالب الشهيد عادل صالح المنة وتلاحظون هذا الجمع الكبير من ابنان الطلاب منذدين ومستنكرين ما حصل من هذه الجماعة اذا ودعا وكيل محافظة مأرب عبدرب مفتاح المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان دعاها الى رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوث والمخلوع صالح تمهيدا لمحاكمتها وكذا مفتاح خلال زيارة له جرح مجزرة الحي السكنية الذي استهدفته الميليشيات بمقذوفات او مقذوف صاروخي الجمعة الماضية وتسبب في استشهاد وإصابة اكثر من 23 مدنيا مدنيا كدان تلك الجريمة البشعة والارهابية لن تمردون عقاب وغيرها من الجرائم بحق المواطنين والوطن والدولة اليوم نقوم بزيارة للأخوة الذين تم اصابتهم صاروخ الميليشيات في المطعم في مدينة مأرب هذه المدينة التي تكتب بالسكان من ابناء محافظات الجمهورية اليوم نشاهد جريمة اخرى من جرائم الميليشيات جرائم التدمير والارهاب قتل وعصيب نحو 40 عنصرا من ميليشي الحوث والصالح الانقلابية بغيرات لمقاتلات التحالف العربي وكمينا نصبته قوات الجيش الوطني للميليشيا في سرواح غرب محافظة مأرب كما تمكنت قوات الجيش من صد هجوم للميليشيا جنوب سوق سرواح وسقوط عدد كبير من الحوثيين المهاجمين قتل وجرح الى ذلك قتل خمسة من ميليشيا الحوثي وصالح باشتباكات مع قوات الجيش الوطني في منطقة مزوية في مدرية الغيل بمحافظة الجوف وبحسب مصدر عسكري فان طائرات التحالف شنت ثمان غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيا ودمرت عربة عسكرية للحوثيين في منطقة الساقية بمدرية الغيل لقي عدد من ميليشيا الحوثي وصالح مصرعهم في محاولة زحف بمدرية الزاهر بمحافظة البيضاء وكذا مصدر ميداني ان ابطال المقاومة الشعبية صدوا محاولة زحف للميليشيا باتجاه جبهات كساد والمحصن والمسياب في مدرية الزاهر الحميقان ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوفهم اصيب طفلاني وثلاث نساء اثر قصف صاروخي للميليشيا الانقلابية استهدف قرى سكنية بمحافظة البيضاء واوضح مصدر محلي ان الميليشيات الانقلابية قصفت بالكاتيوشا والدبابات منطقة الاجردي في مدرية الزاهر الحميقان ما ادى الى تضرر منزل مواطن واصابة طفلين وثلاث نساء فيما اصيب الطفل سالم صالح جرادي الحميقاني 14 عاما برصاص قناص الميليشيات المتمركزة في جبل ضخوة الى شبوة حيث تمكنت وحداتهم من الجيش الوطني والمقاومة من تحرير احد المواقع في مدرية عسيلان مصادر عسكرية قالت ليمن شباب ان قوات الجيش الوطني تصادت لهجوم ميليشيا الانقلاب في مواقع دار المنصر ومحطة لحجا والعكدة بعسيلان كما شنت قوات الجيش الوطني هجوما معاكسا على مواقع الميليشيا الحوث والصالح وتحرير احد المواقع في منطقة بير دعمك جنوبية عسيلان وبحسب المصادر اسفرت المعارك عن مقتل احد افراد الميليشيا واصابة اربعة من الجيش الوطني شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على اهداف لميليشيا الحوث والمخلوع في محافظة حجا واستهدف القصف الجوي مواقع وتجمعات للميليشيا في مثلث عاهم وبحسب المصادر اسفرت المعارك عن تدمير ناقلة جنود محملة بالاسلحة وطقمين تابعين لها كحماية يواصل المعلمون في تعز احتجاجاتهم للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ خمسة شهور وفي الوقت ذاته او نفسه لا ينقطعون عن اداء رسالتهم التعليمية المزيد في هذا التقرير شهور طوال من المعاناة يواجهها المعلمون في تعز جراء انقطع رواتبهم تضاف الى الاوجاع التي تتركها حرب الميليشيات لتكتمل حول اعناقهم حلقة من المأساة والالام تتفاقم يوما بعد اخر ورغم الالم وضيق العيش الا ان المعلمين لم يتخلفوا عن اداء رسالتهم التعليمية والتربوية املا في ان ترى مناشدتهم لرئيس الجمهورية والحكومة النور وتكشف عنهم الضيق اصبحت حالة الناس لا تطاق منذ خمسة اشهر لم تسلم المرتبات لكن ومع سمرار انقطاع الراتب منذ ستة اشهر لجأ المعلمون الى تنفيذ احتجاجات ومواصلة ارسال مناشدات الى الحكومة الشرعية لصرف مرتباتهم المنقطعات لكن تلك المناشدات لم تؤتي اكلها حتى اليوم ولم تحرك الحكومة اي ساكن لرفع معاناة المعلمين لا نسلم اي راتب وكانت الوعود وعود كاذبة فاقول لهذه سبق وانسدحت صدرك بانك ستلتزم في دفع الرواتب الان لنا خمسة اشهر اخر احتجاجات المعلمين شهدتها مدينة تعز امس بتظاهرة حاشدة احتجاجا على عدم صرف رواتب القطاع التعليمي في المحافظة المعلمون المتظاهرون طالبوا الحكومة الشرعية الوفاء بالتزاماتها والصرف مرتباتهم خاصة وان كشوفات المرتبات جاهزة منذ وقت مبكر لكن الحكومة لم تفي بوعودها التي تعلنها كل مرة يعني هناك انتقام بدينة تعزل الانظامات للثورة او ما يسمى الانظامات الياشر الشرعية الامل لم ينقطع وهتافات المعلمين تملأ الساحة صدى بان الحكومة لن تتركهم لوحدهم يتجرعون المعاناة والمأساة وان الفرج سيحل قريبا على العيون الساهرة اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثيين بتجنيد اطفال لا تتجاوز اعمارهم او اعمار بعضهم خمسة عشر عاما واستخدامهم في الخطوط الامامية واكدت المنظمة انها استقت هذه المعلومات من عائلات اطفال واقصر جندهم الحوثيون في صنعاء وزج بهم الى القتال في انتهاك مخزن ومشين للقانون الدولي وانقلت عن بعض الاسر قولها ان الضواحية التي تعيش فيها شهدت زيادة في عدد الاطفال الذين يجندون نظرا لانقطاعهم عن الدراسة بسبب الازمة الاقتصادية واوضحت المنظمة انه تعقد للاطفال دورات تدريبية في مدارس دينية خاصة ثم يرسلون الى جبهات القتال دعا وزير الشباب والرياض نايف البكري لتصنيف الحوثيين جماعة ارهابية واتخاذ اجراءات دولية ضدها وجاءت الدعوة خلال مشاركة الوزير البكري في مؤتمر الارهاب والتنمية الاجتماعية والذي تنظمه جميع الدول العربية في منتجع شرم الشيخ المصري على مدى يومين وقال البكرين اليمنيين باتوا اليوم يدفعون ثمن او الثمن جراء انقلاب الميليشيا على الدولة وشنها الحرب ضد محافظات عدة بهذا الخبر نأتي الى ختام هذه النشرة ونذكركم بابرز ما جاء فيها من عنوين الحكومة تدعو الامم المتحدة ووكيلها اوبراين لاتخاذ موقف قوي ازا امن الميليشيا الحوثي والمخلوع صالح زيارته لتعز وقفة احتجاجية بمأرب للتنديد باستهداف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح للمدارس والاحياء السكنية وقوات الجيش تصل مشارف مع اسكر خالد في المخا ومقتل واصابة العشرات من الميليشيا الاقلابية في معارك وغارات للطيران بسبع محافظات ختام هذه النشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة